بهذا التوقيع خط بوتين مساراً جديداً للحرب الروسية على أوكرانيا بعد أن صارت على الأقل من وجهة نظر روسيا مناطق دونيت ولوغانسك وزاباروجيا وخيريسون جزءاً من جغرافية روسيا الاتحادية ولم يكن ذلك ليحصل بدون معارك طاحنة شنتها القوات الروسية في المناطق المذكورة تمهيداً فيما يبدو لاتكرار حالة القرم لكن واقع أوكرانيا اليوم ليس كما كان في عام 2014 أمريكا التي وعد درس القرم لم تكن لتقبل أن تقع في نفس الخطأ مرة أخرى فالمساعدات الغربية والأمريكية لم تسمح بسقوط تلك المناطق بشكل كامل ولسيما أن الأهمية الجيوسياسية للمناطق المستفتة على انضمامها لروسيا ستشكل أزمة استراتيجية للناتو الحالم بتوسيع نفوذه ولعل ذلك هو ما يمكن قراءته في الدعم الأمريكي السخيفي نظرهم والشحيح في نظر زيلينسكي رغم المكاسب التي حققها على الأرض خلال الأيام الماضية من خلال المساعدات العسكرية والاستخباراتية النوعية التي جعلت قواته تتقدم حتى في المناطق المستفتة على ضمها للروسيا وعلى الرغم من التعبئة الجزية التي أعلن عنها بوتين لتعويض خسائره في الفترة الماضية إلا أن الزحف الأوكراني مستمر لاستعادة الأراضي التي قدمها الروس وهو ما جعل حاكم مقاطعة لوغانسك الأوكرانية وفي ظل هذا التقدم للقوات الأوكرانية يصرح بأن العمليات الدائرة على الأرض يمكن وصفها بأنها عملية تحرير حقيقية للمقاطعة هذا الدعم الذي دفع سفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إلى التحذير من عواقبه مؤكدا أنه سيزيد من مخاطر الصدام العسكري المباشر مع الغرب ما يعكس حالة الياسة التي بدأ يشهر بها بوتين والتي دفعته للتلويح باستخدام السلاح النووي فهذا التراجع الميداني يشعر صاحب واحدة من أكبر الترسانات نووية في العالم بأنه في حاجة للخروج من أزمته سريعاً ولو على حساب الملايين ولا يعرف أحد إذا كان هذا التوقيع الذي صدق به بوتين على انضمام المناطق الأوكرانية لروسيا سيكون نهاية للعالم أم لبوتين